صناعة البشوت من أشهر وأقدم المهن في المملكة مهنة توارثتها أسر ما زالت محتفظة بأسرارها وبرعت الأيدي السعودية في صناعتها أبو حسن أحد المبدعين في هذا المجال بخبرة تجاوزت أربعين عاما الحساوي الألماني الحر الأصلي هذا هذا يأخذ له وقت من 20 إلى 25 يوم البشت الواحد كشغلة كترتيبة كجاهز للبيع من 20 إلى 25 يوم هذا الشغل أما يجي لهذا النوعية هذه اللي هو الزري الموب أصلي اللي يتكلمون عنه يقولون عنه زري فرنسي أو زري هندي أو بكرات عادية هذا يستلمى الأيدي الأساوية يشتغل له خلال السبوع حجم التطريز وإتقانه إضافة إلى جودة الأقمشة هي الفيصل في سعر البشت الذي قد يصل إلى ثمانية آلاف ريال ولم يخل هذا المجال أيضا من الغشي والتلاعب إنتاج يدوي حساوية أما هذا شغل أسياوي نود أو بنقالية زري عادي ولا علي ضمان ولا شيء أما هذا فضة خيوطه كلها فضة يتحول بعد مرور 15 سنة استهلت بعد 10-15 سنة واللبيس لا يرغب في لبسته هذا يتحول ينباع على أصحاب المحابس الفضة يأخذوه يصبونه صب هذا يتحول إلى محابس البشت ما يزهى على كل رجال يزهى على راعيه لا جاك قدة البشت يفرض حضوره في المناسبات بوصفه زيا رسميا يرتدى بطريقة معينة وله خطوات لصيانته وتجديده والحفاظ عليه يعلمها العارفون في هذا المجال من أبناء الوطن ولجمال البشت وهيبته كان للنساء نصيب في ارتدائه ولكن بمواصفات مختلفة تناسب الذوق النسائي للإخبارية شادن الحايك الدمام